اخواني اخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اليوم باش نشوفوا مواصلة التكوين الاخضر في شجرة الاشجاص. الحصة السابقة شوفنا التقليم الاخضر في نوع اليوم باش نشوفوا تقليم الاخضر في شجرة نوع ويليامس. شوفوا مثل الشجرة هذية اللي هي مسند على سلك سلك بلاستيكي. هذه الطربية متاحة. باش نشوفوا كيفاش نسرعوا في وطيرة تكون البرعم الزهرية. المرة الاخرى انا حين بعض اغصان جديدة. المرة هذه باش نشوفوا كيفاش نسرعوا في وطيرة تكون البرعم هذية. اليوم على المستوى هذا. مثلا نقولوا احنا الغصان هذية اللي هو طوله حوالي ستين سنتيمتر. باش نحاولوا متى يكونوا البرعم الزهرية يكونوا في المستوى هذا. متى في الوسط. ولهذا باش نقوموا بعملية تنقيس بالغصان هذية لاجبار البرعم هذية. لانه بعد بعد القصة هذية شو بش يصير. البرعم هذية تم احتمالات كبيرة باش يعاود يعمل نمو. في نفس الوقت البرعم هذية تنفخ. وعندها امكانية تحول امكانية كبيرة عندها تحول براعم زهرية بالنسبة للعام الجاي. لسنة المقبلة. انا ما صارتش للسنة المقبلة يكونوا تجاه حاضرين باش يتكونوا في البقعة اللي حاشتنا بها. اللي هي الهناء. البراعم الزهرية ما حاشناش بها ميكونوا الهناء. عاشتنا بهم يكونوا في الغصن الهناء. مع مرور السنوات المقبلة يكون الغصن هذية اخذاء حجم اكبر. باش النجم يتحمل في قل الثمار. شوفوا مثال الولامس هذية شجرة هذية. الغصن هذية. عمنا بقصة هنا. اش عمل? عمل لنا ثلاثة تمار وعمل غصن جديد. وبدأ يكون في براعم زهرية اللي هناء. شوفوا غصن اخر. كي من هذية. لو غصن هذية اللي هو جانبي. ما هوش في اللمات اللي هناء. هذية الغصن هذية كيف كيف? لان احنا اشكرنا. قلنا الشجرة يزم تكون عندها حجم. يزم تربط هذين الاشجار. وتكون عندها حجم باش نجم تولد. لانا الاشجار هذية غراساتها الكثافة هو واحد ونص على اربع متر. ولهذا باش نجروا النبدة باش نعطينا حجم جانبي. شو نقول له هذية نقصوه. نقصوه حوالي ثلث. باش دولي البراعم الزهرية تكونوا هناء تكونوا هذية. ده انت قصوا هذا. شو نقصوا هذية نفس الشيء. هنأتوا في فترة اخر جوع. الفين واربعة وعشرين. وانت قصيناها. ما شوفوا هناء لطا. ولو انه هذا ما نستحقوش. في مرحلة اولى نجم نخدم عليه لسنواته وبا نحيوه. هذية بالنسبة الهناء عنا مثال آآ بعض براعم زهرية تكونوا. كي نشوفوا الهناء فوق كمار. هنا. ثم براعم زهرية اهو تكونوا الهناء. ثم غصان. الهناء كيف كيف النجم وازي كيف نحيولهم. فبعض من هنا باش نشورها تكونوا الهناء. هكو لا. لوك عنا الغصل هذية الام هذي. هذا الغصل الام هذية. نحاولوا باش ننقصوهم باش يتكونونا براعم آآ جانبية على الاغصان هذية. وفي نفس الوقت زادة كيف كيف على على الام. هكو ما شوفوا البرعم هذي. البرعم هذي. البرعم هذي. نحاولوا بشي. هنا الفترة هذية اخر جوان. آآ اول جويلة. الفترة هذية هي اللي تتكون فيها. تتكون فيها آآ الزهار. مثل براعم الزهرية تتكون حوالي عشرة اشهر قبل قبل الازهار. حوالي عشرة اشهر. هنا شجرة اش قاعدة تعمل? قاعدة تنمو. تعطينا في الثمار. في نفس الوقت تحذر في روحها تكون براعم الزهرية للسنة المقبلة ان شاء الله. نجمو هذينا قصول حوالي ثلث. حوالي ثلث. بلله انتما قلنا الهذية بشتكون لنا في مهار نحن. هذية بالنسبة للشجرة هذية. بالنسبة للشجرة اللي بحدها نفس الشيء. نحظوه لنا نزال عندنا الوصل هذية. هو جانبي. عمل لنا نمو. معناتها عمودي. في نفس الوقت عمل لنا هذية لاتيران. لاتيران هذي اللي حشنا به. حشنا به بشي يكون لنا ويخشانه ويطلع لنا لها فجرة هذية. لانت هذية كيف كهانو شوفه الزد الكيف كيف على الام هذية فالدي لا التكون كونه براعم زهرية بإذن الله لسنة المقبلة. هذية نجمو في مقبل النجم اللي هانو انت هنشوف هكا. وعند بعض الثيمار هنية. هيدو نشوفوا شون جران الاخرى. نفس الشيء عنا الام هات ام هذية كيف. نجمو نقصوها عن هذية هكا. هذية كيف هذية منقصوهش لانو هذية ام حشتنا باها لعام الجاي باش نجمو نروطوهم با واحدة بحب العظهم. هذية 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 من السوهش عليش خاطر نجمو نعملو به. خيطاج اخر. خيطاج هذية لانو هذية بشيها بتلوطة. هنا في فصل الشتاء. هذية بشي يولي الهناء. يزمو يرقد نكون المستوى هذية. هذية نجمو يعطينا خيطاج متى. اه كيم قولوا اه. وانا نكونوه الفوق. ننضيوها فوق. ملاقاتنا نضيوها هذة. هذا ما افدناكم به هذه الحصة. لكم جزيلا شكر والى اللقاء في حصة اخرى ان شاء الله.